وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُّبِ نحرص على هذا نعم نعظم شعائر الله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك فإن لك بأول قطرة من دمها أن تغفر ذنوبك حتى الأولاد الصغار يشهدون ذبح الأضحية نوعين الأولاد الأولاد تلاقيون شجعان ما بخافهم وأولاد تلاقيون بخاف اللي بخاف لنا نخده يعني يشعر بألم من هذا الدم فيها تقدير المسألة نعم كل عائلة كل رب أسرة يقدم هذه المسألة كل تقدير يعني الأطفال في أطفال يعني من ما أقول قلبه قوي وبحب نعم وفي قلب في أطفال يعني طيب بعد الأضحية الآن هل من شعائر أخرى ينبغي أن نقوم بها هلا إذا كان نحن هاي ليلة العيد إن شاء الله نمضيها في الذكر وفي صلاة قيام نمضيها بالتكبيرات نصلي الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة نتجه إلى المصلى حيث نصلي العيد نحضر صلاة العيد إذا كان مهيئين أنفسنا للذبح نذهب لذبح الأضحية أول يوم العيد بيكون ازدحام شديد في المسالخ والمذابح بأس أنه نأخر الأضحية لليوم الثاني معنا فضى في الذبح أول يوم العيد وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم لأذان العصر عند الأحناف بينتهي الوقت تالت يوم رابع يوم عندهم ما بيصح الدبح ولكن بقيت مذاهب قال لا بيصح طالما يوم من أيام التشريق فهذا وقت الزبح الأضحية يعني من أحكامه أنه ما بيصحي يبيع جزء منه مثلا لو الزباح قال له بيعني الجلد قال له لا الجلد لا يباع ممكن أنه يهدى أو يستخدم هذا بالنسبة للأضحية والأضحية بدي يكون ما فيها عيب ما فيها علي يعني لا تجزئ العوراء غنمي عوراء مضروب عينها ما بتجزئ نطيحة مكسورة مكسور إيدها مكسور رجلة نعم ضعيفي هزيلي جدا هذه لا تجزئ لذلك بدي ينتقي يعني في عمر معين أيضا من الشروط نعم الآن بالنسبة للماعز لازم تكون بلغة سنة الإجباري بالنسبة للغنم إذا كان عمره ستة أشهر فما فوق تجزئ لأنه ستة أشهر من الغنم إذا كانت آكلي ورعياني بيكون فيها لحم أما الأصل أن يكون عمره سنة لو كان ستة أشهر وسميني بتعادل بنت السنة ترجمة نانسي قنقر